مع سقوط ثلاثة قتلى أمريكيين قبل عدة أيام كثر الحديث عن مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية حيث تم وصفه بأنه برميل بارود أشعل مواجهة عسكرية بين أذرع إيران المنتشرة في المنطقة والولايات المتحدة من أحية سوريا يعتبر الجيش السوري صاحب السيطرة الأكبر على الحدود إضافة إلى وجود ميليشيات موالية لإيران تسيطر على طول الطريق السريع بين بغداد ودمشق منذ فترة طويلة وهو طريق يعد شبكة تهريب في المثلث الحدودي ويستخدم المسلحون لتهريب المخدرات والأسلحة معدى خلال السنوات الماضية إلى اشتباكات بين الجيش الأردني وتلك الميليشيات أما الوجود الأمريكي فحاضر بقوة في المنطقة فعقب بروز تنظيم داعش عام 2014 تم إنشاء قاعدة أمريكية تسمى بالبرج 22 شمالي شرقي الأردن تضم بحسب تقارير 350 عنصرا من الجيش الأمريكي وهي المنطقة التي تم استهدفها قبل أيام وقتل فيها عدد من الجنود الأمريكيين على ناحية السورية كذلك تم في العام 2014 إنشاء قاعدة التنف الأمريكية والتي تخضع لحراسة مشددة بما في ذلك أنظمة دفاع الجويل للحماية من الصواريخ والطائرات المسيرة ينتشر كذلك في المنطقة ما يسمى بجيش سوريا الحرة والذي يوجد في منطقة تسمى بمنطقة 55 كم المحيطة بقاعدة التنف تمويله المالي والعسكري يأتي من التحالف الدولي بحسب تقارير مهمته محاربة بقايا تنظيم داعش بالدرجة الأولى ومنع وصول الميليشيات الإيرانية إلى منطقة المثلث الحدودي أما من جهات العراق تشير مصادر عديدة إلى سيطرة ميليشيات موالية لإيران على تلك المنطقة الحدودية أبرزها ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق وتنضوي تحتها العديد من الفصائل منطقة باتت تعد نقطة اشتعال تهدد المنطقة بأكملها نظرا لوجود الكثير من اللاعبين المتخصمين فيها ترجمة نانسي قنقر